على هامش اختتام عمال الدورة 23 عقدة الوزيرة السيدة عن قربتنا كرميل سوكاد مؤتمر صحفيا أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة تناولت فيه الأوضاع الصحية الرحنة محمد طاهر صالح حسين للمرة الثانية على هامش اختتام الدورة في نسختها 23 لمضراء ومنذوبي القطاع الصحي بالبلاد فقد توجه اختتام الدورة بمؤتمر صحفي لوزيرة الصحة العامة قربتنا كرميل سوكاد تطرق فيه الصحفيون لنتائج هذه الدورة ومن الذي تنتظره الوزارة من تحديات صحية وعقبات سيما تدفق اللاجئين وكذا النازحين في إقليم البحيرة من تطعيمات وقائية من الأمراض ومسألة البيئة ودور المنظمات في المجالات الإنسانية والصحية فردت وزيرة الصح العامة بأن الوزارة عبر شركائها قامت بما هو كاف من تطعيمات وقائية وتزويد المنطقة بالأدوية اللازمة تحسبا لأي طارئ ومع ذلك فهي على اتصال دائم مع من دوبيها لمعرفة الحالات الصحية في كثير من الحالات وأكد شركاء الداعمين للوزارة بأنهم ألا أتم الاستعداد لتقديم خدمات صحية أو إنسانية متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك وهناك شركات دائمة مع المختصين في شتى المجالات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة للجيل الثالث عبر خطتها الخماسية حتى عام 2021